أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن صحة الأطفال في غزة في أدنى مستوياتها واشتدت اليونسيف على درورة التواصل إلى هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام للوصول إلى ستمائة واربعين ألف طفل في غزة حياتهم معرضة للخطر إن لم يتم تطعيمهم ضد شرل الأطفال وعلنت المنظمة الدولية أنها جهزت نحو 2700 عامل مؤهلين لتطعيم الأطفال بقطع غزة ضد مرض شرل الأطفال لافتة إلى أن تسعة من كل عشرة أطفال يعانون من الأمراض في قطع غزة